من كام يوم كانت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكي هيلي في مناظرة انتخابية للحزب الجمهوري وفي وسط كلامها ووعودها الانتخابية قالت نحن بحاجة ماسة لحظر التيك توك للأبد وقالت كمان أنه 50% من الشباب اللي عمرهم بين 18 و35 سنة غيروا موقفهم وبقوا مؤيدين للقضية الفلسطينية وده بيعتبر طبعا خطر كبير وبيزود معادات السمية الحقيقة أنه مش نيكي هيلي بس اللي قالت كده ده فيه كتير من العاملين في السياسة بأمريكا حذروا من خطورة التيك توك والمحتوى العربي اللي بيتقدم عليه وده اللي خلى فيه تدايقات كبيرة قوي تحصل على العرب من صناع المحتوى وصلت لحسف الألاف من الحسابات بداية طبعا من 7 أكتوبر لحد دلوقتي وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن اللي بيحصل وازاي تحاول تيك توك من تطبيق يعني ناس كتير بتنتقدوا بسبب المحتوى السايق اللي عليه لأكتر تطبيق مساند للقضية الفلسطينية هيكون معنا دلوقتي صانع المحتوى أحمد حمدي صاحب قناة ده حمدي إزايك أحمد؟ إزايك ريهي معاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله طبعا أنا مبسوطة جدا أنت معنا النهاردة وأنا بصيت على البروفايل بتاعك وبصراحة هو بروفايل هيل ويشد جدا وفيه حاجات كتير قوي الواحد ممكن يتعلم منها في المحتوى اللي أنت بتقدمه أتمنى يا رب إن شاء الله يعني هي خبرات كده مختلفة فواحد بيحاول يعني بيعافر طيب أنا أول حاجة عايزة عرفها منك حكايتك بداية من الأول خالص مع التيك توك جنرالي على السواشال ميديا أنا بدأت من 2011 كنت بكتب مقالات ساخيرة على الأوضاع اللي بتحصل والحاجات اللي حصلت فبعد كده نزل الإنستجرام بيديك فيديو 15 ثانية طب أنا بدل ما أبعط مقال 500 كلمة و600 كلمة أحاول ألخص الموضوع ده في كابسولة صغيرة جداً 15 ثانية وألخصها فسبحان الله ضربت بقى الدقيقة بقى في يوتيوب بقى يعني موضوع كمر فجأة يعني فحمد الله يعني ديني قاعد معاك طيب أنت كنت بتقدم محتوى ساخر مظبوط وبعدين حصل شفت على طبعاً اللي بيحصل حالياً في غزة والقضية في السنية أكيد طبعاً كان فيه صعوبات أن أنت تحول طريقتك من ساخيرة لحاجة جد بصي أقولك على حاجة ممكن أكون أنا عندي رأي مختلف في الحتة دي بالنسبة لوجهة نظري أنا أنا شايف أن السخرية تنفع في كل حاجة وفي كل الحالات لكن إزاي أنت تقدر توظفها يعني فيها أحداث كتيرة جداً بتحصل من الجانب الصهيوني ساخرة فعلاً استخدامهم للكلاب استخدامهم للمواد الغذائية اللي هي اللي بتحافظ على البشرة بتاعتهم والحاجات دي كلها حاجات تضحك يعني في عز الأزمة الحاجات دي كلها تضحك الصعوبة كلها كانت أن أنت في البدايات من بعد 7 أكتوبر إزاي تقدري تقولي اسمهم بأريحية وبحرية من غير ما يبقى فيك يقول لك مثلاً التيك توك أو تويتر أو واتيفر البلاتفورم بتتكلم عليه يقول لك مثلاً لأ أنت كده ضد التعليمات بتاعتنا الأخلاقيات بتاعتنا فيروح يقفلك مثلاً الحساب بتاعك أو يقللك الريتش خالص دي كان حركة كانوا بيعملوها يعني كيود أصدق فيه كيود جامدة بالضبط تحت اسم حرية الرأي اللي هم معترفين بيها فدي كان هو ده التحدي الكبير لكن يعني إحنا شعب جبار ما بيفرقش معنا الكلام ده فعرفنا إزاي نقدر نتحايل عليها بشكل من الأشكال فمش بس هنا في مصر حتى في كل الدول العربية المسندة للقضايا الفلسطينية عرفنا إزاي نقدر نتحاول على الألجوريثم بتاع التيك توك والتويتر والحاجات دي وده حصل إزاي؟ وزابطت أقول لك أن أنت مثلاً هم عندهم تولز ليسنينج وكمان الإي آي يقدر يعرف أنت بتقولي إيه فونس إن أنت مثلاً يعني مثلاً بدل من نقول صهاينة نقول النهيسة مش هيفهم دي إيه فهي عبديهالك بدل ما تقولي إسرائيليين تقدر تقولي أي حاجة تانية زي بالزبط الإمبلم بتاعت البطيخة ده رمز لفلسطين ده رمز العالم فلسطين فأنت لما تيجي تستخدمي خلاص أنت قل ريدي إحنا عرفي إحنا بنسان دمين لكن هو ما يعرفش هو بالنسبة له عنده على الألجوريثم ده حطت إيموجي بطيخة مش مفهوم لأنه وكمان مش بني آدم بالزبط فهو ما يقدرش يواكب التطور بتاعنا مهما كان AI ومتقدم وعندهم ألجوريثم برضو ما يقدرش لازم يتعلم مننا فإحنا مش هنعلمه إحنا بنعلم عليه طيب فيه هجوم كبير طبعا حصل زي ما أنا قلت في التقديمة من أمريكا على التيك توك عايزك تشرح لنا القصة باختصار طيب هو اللي حصل بصي هو برضو التيك توك ما هواش ملك قوي برضو فيه مشاكل كتيرة جدا بالذات هي أمريكا مشكلتها مع التيك توك إنه هو مش بلاتفورم أمريكي ما قدرش يعملوا كنترول عليه زي اللي بيحصل زي اللي حصل من من أربع سنين مع شركة واوي إنه هما منعوا عنهم الجوجل بلاي ستور مش عشان حاجة لكن علشان هما شايفين دي قوة اقتصادية هتضغي في المجال اللي إحنا فيه على صناعة التليفونات نفس اللي بيحصل على بلاتفورم إحنا عندنا الفيسبوك عندنا الميتا الجنرال بالإستجرام بالحاجات دي كلها فالتيك توك ده يعتبر ضدنا ما عندناش عليه كنترول فهما بيغلفوها بغلاف إيه إن التيك توك بالذات مثلا نيكي هايلي دي مرشحة ديمقراطية لا مرشحة جمهورية جمهورية وكانت مع ترامب في البدايات بتاعته كانت هي سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة هي من أصول هندية أصلا مش أمريكية كبير فهي مشكلتها مع التيك توك هي علشان تكسب الانتخابات هي هتنزل نفسها في الانتخابات فعلشان تكسب وتكسب الإسرائيليين بصراحة فلازم تحارب الحاجة الوحيدة اللي فيه متنفس فيها ضد ضدهم فبتقولك إن ده بيغير رأي الناس وإن ده ضد السامية وات ايفر عشان تكسب الانتخابات هل تيك توك فعلا ضد الكلام ده؟ لا الناس تيك توك بلاتفورم مفتوح بالزبط اعمل اللي انت عايزه بس أنا عندي قيودي ما تتخطهاش أنا واحد من الناس لقفال لي حسابي على التك توك بس لأننا اتكلمت على قضية الوان قسقزح القضية اللي حصلت فترة كبيرة جدا قفال لي الحساب انت ما يفعلش تتكلم ده انت كده خطاب كراهية وانت 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 معاني الكلام عادي ما فيوش أي حاجة فده هو برضو اللي بيعملوه دلوقتي معاني فالتيك توك على قد ما ليه إيجابيات فعلا في القضية الفلسطينية على قد ان انت تقدر تتحايل عليه وده برضو التحايل ده ينفع على كل البلاتفورم مستنيين لكن ما سوقه على فكرة على مجتمع على الأسرة حتى كثيرة وحش جدا يعني انت عايز تقولي احمد ان هي مش معترضة على التيك توك هي معترضة على ان هم مش عارفين يحطوا قيود او حدود للمحتوى اللي بيتحط ضد الاسرائيليين علشان القضية الفلسطينية بالضبط ده جزء من النقطة بتاعتها طب هو التيك توك ازاي يتحول من بلاتفورم ناس كتير قوي بتتدايق منها خصوصا الاهالي علشان ولدهم طبعا وان هم شايفين هو ناس كتير شايفة يعني انه بيقدم محتوى شبه هتافة لمحتوى الناس بتسمع منه كم أخبار وكم حاجات بتساعد البني أدمين هما يفهموا أكتر وبتاع من ساعة 7 أكتوبر ومن ساعة ما ابتدى الموضوع على فلسطين وغزا تمام كلامك مظبوط هو التيك توك عليه كل حاجة اللي انت عايزاه هتلاقيه على تيك توك يعني حتى لو جريتي بخيالك اللي هتلاقيه هتلاقيه على تيك توك الأهالي بتتدايق؟ لا كله بيتدايق مش بس الأهالي أنا واحد من الناس فعلا تيك توك ده بلاتفورم تافه جدا لدرجة أنا لم أكن أتخيلها لكن وجوده عندي وجوده عندي كصانع محتوى مهم جدا عشان أقدر أوصل لفئة معينة لشريحة معينة هي هو ده الهدف بتاعه بالنسبة لي أنا فاللي عملوا التيك توك زي ما قلت لك طريقة الطرق التحايل كتأسهل بكتير جدا عليه في أن انت تقدم المحتوى بتاعك عن مثلا تقدمه على تويتر مثلا أو على إكس دلوقتي بس إيه اللي حصل يعني أنا هو السؤال بتاعي يا أحمد إزاي الناس من بعد ما كانوا معظمهم بيقدموا محتوى زي ما احنا اتفقنا أنهو تافه ليه محتوى بقى مهم جدا التيك توك كام الريتش اللي عليه مرعب جدا عن المتا يعني مثلا دلوقتي خلينا مثلا لو عملنا مقارنة هتنزلي بوست هو نفس البوست على إنستجرام هتنزلي نفس البوست على تيك توك على تيك توك تيك توك هيجيب لك أرقام مرعبة كمشاهدات وككل حاجة إنستجرام لأ علشان عندهم سياسة الدفع أن انت ادفع أنا قريدي هنزل لك البوست ده وهيبان لعشرين في المائة من عدد توتل الفولورز بتوعك لازم تدفع عشان يزيد تيك توك متسامح شوية في الحتة دي على حسب المحتوى شد اهتمام ناس كتير هرشحوا لناس كتير إنه هو بيساعد على الانتشار هي دي قوة تيك توك يساعدك على الانتشار بشكل أكبر أي إن كان بقى كواليتي بتاع المحتوى بتاعك بتعمل طالع بتقول أنا سامك يا طالع تعمل أي حاجة هاوصلك للفئة بتاعتك علشان أنا عندي الزباين اللي مهتمين بالنوعية دي طب تفتكر صناعة المحتوى نفسهم اللي كانوا موجودين على تيك توك فكرهم بتغير شوية بعد الأحداث؟ بص هو سؤال حلو بس في ناس كتيرة جدا التقفت بسبب الأحداث اللي بتحصل والمكسب الكبير اللي إحنا أخدناه كلنا إن إحنا رجعنا نفكر نفسنا بالقضية الفلسطينية اللي كانت فترة كبيرة جدا مش في دماغنا ناس التقفت مش أخش في نوايا الناس لكن أنا شايف إن ما فيش حاجة تغيرت بالشكل الكبير في ناس طبعا الموضوع ده في دماغها وطبعا في ناس كتواخد الموضوع سبوبة وفي حاجات كتيرة جدا بتحصل لكن إن جنرال مش أنا اللي هقدر أحكم بس أنا شايف إن أحسن مكسب إحنا كسبناه إن فعلا بقينا فاكرين القضية الفلسطينية طب أحمد إنت بتقولي إن إنت الحساب بتاعك على تيك توك تقفل؟ مزبوط وطبعا حصل ده لناس كتيرة جدا غيرك؟ حقيقة طيب مخاوفكش أن إنت تكمل؟ لا عادي عملت إيه؟ عملت حساب تاني طب إزاي يعني حكي لنا كده إيه اللي حصل؟ إنت صحية الصبح لقيت حسابك مقفول طيب عايزة عرف إيه اللي بيحصل بعدك؟ إزاي بترجع تعمل حساب تاني وبيجيب تاني نفس الفولورز بتوعك؟ ولا إيه اللي بيحصل يعني؟ بصي أقولك على حاجة يعني أنا شايف يعني أنا أنا عن نفسي أنا عن قناعة أنا من 2011 في الموضوع ده أنا وصل لقناعة إن مهما يعني أنا لو عندي عشرة فولورز مش فرق عندي تسعة مليون مش فرق الرقم ده ما بيمسليش حاجة مهمة مش هو ده قيمتي إنت بتقدم المحتوى الحلو بيوصل بس هي دي الفلسفة بتاعتي على السوشيال ميديا بعد فترات كبيرة جدا جربت حاجات كتيرة جدا أنا الحساب بتاعي تقفل مش بسبب القضايا الفلسطنية بس جالي كزا وورنيج بسبب القضايا الفلسطنية إنا إحنا هنقفل لك الحساب عشان إنت بتتكلم مثلا بالنسبة لهم لهجة حدة حدة مع إن دي سخرية واضحة يعني هم ميفهموش بقى السخرية فأنا الحساب بتقفل بسبب قضية تانية خالص لها بتاعة ألوان قز قزح واللي كان بيحصل قفلوا لي عطول وانسان فور اول يعني ما مفكروش حتى ما دانيش وورنيج لأيته تقفل وللأبد لو مادرش أرجعه فروحت عامل حساب تاني بدأت أشتغل تاني نزل تاني أنا ما بعملش محتوى خاص للتيك توك لأن أنا أصلا ضد التك توك لكن وجوده لازم عشان أوصل لفاقة معينة فإن أنا بعمله على الإنستجرام والفيسبوك واليوتيوب هو بالضبط اللي بنزله على التك توك لا أزيد ولا أهل فبيرجع تاني العدد يزيد والناس كانت بتسأل كتير أنت حسابك راح فين تهكر فين كنت وصلت الرقم كبير جدا عليه فرجعت بالحساب الجديد مع القضية الفلسطينية نزلت مثلا فيديو بتكلم على اللي هما لما لقوا ورقة بتاعت الأيام الأسبوع وقالك دي المخطط ضدنا وأسماء اللي مش عارف إيه طبعا كنت متارية ومتديله جامد يعني فقالك لأ ده هيتوف سبيتش؟ إحنا هنمسح الفيديو حدلك هو الإرهابي مش أنا إنت بتفكر وبطريقة عكسية فبس ورجعت أكمل يعني هي مش صعبة أن أنت ترجع تاني يضيع منك حساب وترجعي هي المشكلة عندك الرغبة حاسة فعلا أنت قادرة تعملي قادرة مش قادرة خلاص طب أحمد كلمي شوية عن صناعة المحتوى الأجانب وكمان طبعا الأمريكان اللي غيروا موقفهم من بعد ما كانوا هما بيدعموا مثلا إسرائيل ليه أن هما مع القضية الفلسطينية واللي بيحصل في قطاع غزة طيب بالنسبة للأجانب فيه حاجة جميلة جدا حصلة الفترة دي يعني كنت هتكلم عليها لاتر الصمود اللي عند أهل غزة خلا نس كتير جدا طيرا القرآن دي حاجة ممكن إحنا منحسش بيها لإن إحنا مسلمين بالولادة إحنا فعلا شوفنا فيديوهات كتير قوي إنهم بيتكلموا إزاي إزاي صابرين وإزاي صمدين وإزاي مستحملين ولسه عادين بتعملوا ترطة وعيد ميلاد لطفل بزبط بقى دي حاجة فعلا حاجة فعلا تأشعرك إنه هو إزاي ربطتوا بالصمود ما بين الصمود بالإسلام بالقرآن وبقيته تقرؤ بقيته تتقفوا عرفتوا إن الإسرائيليين إيه عرفتوا إن اليهود مسيطرين عليكو في كل الشركات بتاعتكو في كل سبل حياتكو حتى كمان الأحزاب بتاعتكو سواء ديمقراطي أو جمهوري برضو متسيطر عليهم بسبب اليهود إنت عشان تنجح لازم تتغزل في اليهود هم برضو حسوا قد إيه النحي إنه هم محاصرين بسبب اليهود في كل حاجة فبدأوا يتكلموا بدأوا برضو يستخدموا الإشارات علشان ما يتقفلهمش الريتش بتاعهم ما يتقفلهمش الكونت بتاعهم وصلوا لمرحلة وعي بسبب صمود أهل غزة وده برضو ممكن يكون من فوايد التك توك إنه هو ضارب عندهم بدرجة مرعبة جدا أكتر من عندنا فبدأوا يتكلموا عليه بدأوا يشوفوا يستخدموا الووتر ميلون البطيخة بدأوا يستخدموا الحاجات اللي إحنا عملناها اللي إحنا طلعنا عشان نوصل الريتش وفعلاً فرق جداً هم كانوا فاكريين أنا عارف إن الأمريكان منغلقين جداً على نفسهم ممكن ما يعرفش مصر في أنه قرى ممكن مصر بالنسبة لولاية لأنهم فعلاً ما عندهمش الثقافة التأهيلهم إنهم يفكروا بره بلدهم هم منغلقين على نفسهم كان فيه فيديو مثلاً قديم جداً معروف قوي إنهم كانوا بينزلوا الشارع ويقولوا لهم إيه هي عاصمة أمريكا الأمريكان بيسألهم بيقولوا لهم نيويورك بالضبط بالضبط لا وحتى كمان أسألك جغرافية الدولة دي فين؟ في أفريكا فين أفريكا؟ أفريكا دي فين؟ فهم عندهم الإنغلاق الثقافي ده لكن وانس إنهم بدأوا يشوفوا حاجات قدامهم بتظهر طب طب ده اللي بيقتل ده وده اللي قصف ده وده اللي عمالي يدبح في ده وبيقتله بالألف وبالألفين شهيد في اليوم طب أكيد دولة غلط يعني مش دولة الصح وبدأوا يرجعوا يشوفوا تاريخيا الدولة دي محتلة من سنة كام الدولة دي يعني هما وصلوا القناعة طبيعية طالما أنت محتليني فترة كبيرة لازم يعندي مقاومة إذن المقاومة بتاعتي المقاومة دي مشروعة للدولة دي مفيش احتلال من غير مقاومة هما وصلوا للحتة دي فبدأت بقى الدماغ تتفتح أكتر بدأوا يقروا أكتر بدأوا يتثقفوا أكتر ودي من محاسن التيك توك والسوشيال ميديا يعني غير طبعا أن هما ركزوا على الصمود فعلا الموجودة عند الشعب الفلسطيني بس إحنا كمان شايفين أن صناع المحتوى المصريين والعرب عملوا مجود جبار وكبير جدا أن هما ينقلوا الوعي ده على جميع المنصات الموجودة على السوشيال ميديا للعالم كله وده طبعا كما جبوت كبير جدا وطالع من القلب فوصل بسرعة بالضبط، بص أي حاجة طالعة من القلب أي حاجة أنت بتعملها فعلا بدافع إنساني أو نبيل أو بحب هتوصل بقوة وعشان كده قلت لك فيه ناس بتاخد واخدها خدت الموضوع ده سبوبة في حاجات معينة فعلا الناس دي أنت ما تفتكرهاش خلاص أو طبعا أكيد طب أحمد إيه مشاريعك والقنتنت بتاعك اللي هتتقدموا في الفترة الجاية والله يعني فيديوهات زي منا يعني للأسف دي بس للأسف نحن مبسوطين جدا هي بتبقى أصداع والله العظيم أنت برضو في عز اللي بيحصل بتحاولي برضو ترسيمي ولو واحد في المية دحكة عشان تخفيفي على الناس فأنت اللي بتاخدي الزعل الزعل كله بس لازم توفي تتحكي وتحاولي تخفيفي على الناس في كل حتة وفيديوهات تا يعني هتكمل في المحتوى بتاع الأضايا الفلسطينية ولا هتبقى كده وكده هيبقى كده وكده للأمانة أنا ما كنتش مكمل بشكل ثابت على الموضوع ده برضو علشان بحاول أسيب مساحة إن إحنا يعني حتى ممكن يعني أنا أكتر رسالة اللي كانت بتجيلي على مدار فترتي أنت بتخفف عندنا حاجات كتير أنت بتهون عندنا حاجات كتير حتى كمان من فلسطين قبل حتى اللي بيحصل فأنا ببحث في دماغي مثلا ممكن الشخص ده في عز اللي هو فيه عايز دقيقة بس يفصل بيها فأدي له دقيقة دي إن هو يخش يشوف حاجة بعيد خالص عن اللي هو فيه أنا السيل اللي هو فيه أتليست لكن طبعا في الحاجات الكبيرة والمهمة والميجور اللي بتحصل لا طبعا لا ده موجب اجتماعي صح لهو قبل ما يبقى يعني أي حاجة تانية بس أحمد حمزي بشكرك جدا على وجودك معايا النهاردة شكرا ليك يا ريام رب نتحبه وإن شاء الله نستضيفك تاني قريب يا رب إن شاء الله هبقى سعيد جدا مرسيل زوك